السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدين صباحة وبركاته عليكم جميعا حضرتكم النهاردة جينا نتكلم في حاجة موما جدا بس قالوا نتكلم فيها عايز أوضح حاجة بسيطة كل إنسان قدامه فرصة الفرصة دي ممكن تكون فرصة شغل ممكن تكون فرصة تعليمية لو نتكلم في سن شباب أو سن تعليمي ممكن تكون فرصة أن ينجو من شيء فرصة سعادة أنه يسلك سلوك يوجهه لشيء يخليه فيه سعيد فرص كتير أو ممكن تجيلك بس الفكرة أنك تستغل السلوك ده صح وتستغل الفرصة دي صح عشان خطر توصل للحاجة الصح الفرص دي ممكن تكون صوت الصوت ده ممكن تبني عليه مستقبل النهاردة بنتكلم عن صوتك صوتك أمانة في رقبتك صوتك ده اللي هيخلي حياتك أفضل صوتك أنك تخلي حد ممثل ليك أو تخليه جهليك الصوت ده هو اللي يمثل لكم في حياتنا هو اللي بنادر نعبر به عن تفكيرنا عن أي شيء عايز تخلي جواك وعايز تعبر به للخارج بتعبر به عن صوتك فصوتك أمانة يريد تحفظ عليه كنت حايفة أن أشوف معاكم تقرير بسيط جداً جداً ونرجع نخش في موضوع الحلقة تاعتنا أسابكم معا التقرير دلوقتي طبعاً الفترة المقبلة إن شاء الله بإذن الله هنلقى في البلاد خبر ترشح من مجلس الشيوخ طبعاً قارات تأخذت بقالها أكثر من أسبوع بس رجوع مجلس الشيوخ ده متأخذ مريس السيس طبعاً طبعاً جات منقشة عودة مجلس الشيوخ وعودة مجلس الشيوخ بنثميه مجلس الشورى مجلس الشورى جاي من اسمه الشورى ورد صلى الله عليه وسلم وصنا بالشورى نحن يعني أي أمر لازم يكون شورى بينكم فايدة مجلس الشيوخ فواية كتير طبعاً مجلس الشيوخ هو الغرفة التانية لمجلس النواب طبعاً فترة جاية يكون فترة مقبلة لانتخبات مجلس الشيوخ في البداية بعد كده يسبقها على طول يلحق بها مجلس النواب طبعاً كل واحد فينا بيسأل نفسه طب سواء مجلس الشيوخ دوت هينفعني في ايه او هيفيدني في ايه او انا صوتي اللي هو يكون امانة دوت لانا هدي لحد يمثلني في مجلس الشيوخ هيكون ليه معانا احداً ممثلين جامعات الخدمية استاذ ابراهيم عين الحياة اهل وسهلاً خير ما نتحدث معاناً موضوات ومعانا طبعاً الفئة اللي ممثلين المواطنين وفئة شعبية حد من منطيرة اهل البلد والزحمة الشيهة اهلاً وسهلاً بيك اهلاً وسهلاً محمد طبعاً هنحن نتناشى مع بعضينا في بعض النقاط اللي كل واحد فينا بيتسائل عنها وبالاخص المواطن البسيط ويجي من هنا نتكلم في حاجة سبراهيم كده المواطن كتير مننا لمة المواطن بالنسبة له ممكن ما يكونش وضيح له قوي فممكن نبصك كده ان المواطن ده معنى ايه المواطن ده معنى ان كل واحد يبقى موجود في الحي او في البلد اللي هو موجود فيها عارف حقوقه ايه وعارف واجباته وعارف ايه اللي عليه و ايه اللي ليه واللي يقدر يقدم للبلد ديه حاجة تنفعه لما بعد لكن المواطن السلبي او اللي ما بيبديش رأيه في اي حاجة او حد بيشتره صوته ده ما بيبقاش مواطن ده بيبقى تابع وكده بيقع البلد المواطن هو اللي عارف حقه فين واجباته وحقوقه ايه اللي ليه و ايه اللي عليه غير كده يبقى ده مش مواطن ده تابع لأي جهة حضر كده يقوله صنفة المواطن الى اتنين مواطن نوعين من المواطنين مواطن سلبي ومواطن ايجابي مواطن ايجابي اللي بيحاول ان هو يحافظ على صوته اللي قم نتكلم حافظ على صوته وعدم بيعه لأي جهة اللي تدفع اكتر طبعا اه حيثت ان بيع الاصوات ده بيقى في انتخاب بشغل كبير جدا طبعا بس انا يعني ارجع كده زي احمد شاحت حاجة زي كده ان موضوع بيع الاصوات في الانتخابات وموضوع الاصوات بواقبة علما اظن ان الفئة الشعبية او الفئة المجتمع بينا برضو مبص بنظرة غير كده في الوقت الحقيل ده رأيي حياتك برضو ولا انت شايف المجتمع بيبص من ناحية ايه حيث تتنصوت هل بقى يعتبر لسه عندنا الفكر ان هو عشان نروح الانتخابات بقى لازم اخد وقبة وكلام ده كله ولا بقى عندي رؤية ان انا لا انا اللي هنتغ بودوت لازم يكون بيعمل كذا وكذا وكذا لا هو ده بيرجع طبعا لموضوع النائب ان هو بينزل طبعا بيعرض برنامجه وبعدين احنا حاليا السكافة اتغيرت الاول كان فعلا هنزل عشان اخد المادة كان الشعب معلش بسيط وسهل انضحك على اي حاجة انما دلوقتي خلاص لأ الفكرة اتغير طبعا لازم اختار مين النائب بالضبط البرنامج الانتخابي بتاعه بكرر مين اللي يصلح مين اللي ينفع تمام وبناء عليه براحة ادل صوتي انما مش هنزل ادل صوتي عشان خطر المادة او فلوس او واجبة او كده لأ المفروض الكلام ده غلط ولازم يتغير بصدت يعني انت بقيتني برضو صورة ان حتى لو حد لسه عنده نفس الفكر لازم يعرف بتاع موضوع الكارتونة او موضوع البطنية او موضوع دست الزيت وكلام ده كله مين فعش يبدو يتغير لان الصوت بتاعه ده وقت هيفرق جدا في اللي هيمثله ده وقت بالضبط صحا كده؟ بالضبط طب نرجع لسه ابراهيم اطرقت نقطة حلوة جدا اللي حدت لنقطة الواجبات واللي حقوق طبعا احنا عندنا شريقة مشيئة عليها وهي الدستور طيب بالنسبة للمواطن حقوق المفروض اللي في المجتمع ايه الحقوق الاسسية اللي ممكن تكون برضو بوصل لناك بشكل عام اللي يعنيها المواطن والحقوق والواجبات برضو اللي علي بعض الواجبات اللي علي اول حق المواطن انه هو يجد العيشة الكريمة اللقمة الكريمة النظيفة اللي هو يكلها يقدر يبين خلالها محدش يشتريه جاهة داخلية او جاهة خارجية عشان المواطن لو ملقاش حقه في بلده ممكن يبعها بارخص الاتمان عشان كده يعرف حقه في العيشة في الكشف في العلاج يبقى سهل جدا للتعليم يبقى كل دوت مش جهات معينة هي اللي تتعلم يبقى التعليم مثلا لا احنا عايزين التعليم مالجاني مباح للجميع الصحة تبقى متاحة العلاج يبقى متاح للجميع ودي سياسة الرئيس الحمد لله بننتهجها كده والحملات اللي احنا بنعملها ديت الحمد لله ان احنا بنوعي الشعب انت حقك ايه انت المفروض تختار صح انت حقك ان انت تتعالج تتعلم تاكل وتشرب وتلبس حاجة كويسة تختار طريقك الصح فين لكن تيجي تقول انا حقي حاجة مستحيلة لا احنا برضو وما نجي نختار نختار الحاجة السهلة اللي نقدر نقدمها البرد خيرا قامنا من الريعل قالك خير امور وسط ماقولش انا واحد فقير عايز مثلا فيلا مثلا في المكان لا انت حاول تعيش المكان اللي انت تعيش فيه بس بكرامتك من غير اهانة بالزبط طو بنزل بعض الواجبات الناحية المواطن برضو ان هو تجاه بلده طبعا حدق برضو من ضمن الحاجات مثل الجامعات الخدمية والعمل الخدمي هتكفي من زمان فده برضو بيبقى جزء من مواجبات المواطن انت شاهد برضو مواجبات المواطن من الناحية دي بيكون ايه اولا مواجبات المواطن دي اهم حاجة المفروض المواطن عليها وده اللي انا بدعو اليه من زمان يعني ان انت تحب بلدك اولا انت لو حبيت بلدك هتديها وبلدك هتديك ده اول حاجة حب الوطن مصر مصر هتحبك وده اللي انا بقولها ازاي بلدك لو انا حبيت مصر مصر هتحبني ان انا هنتج هشتغل هطلع انتاج هجيب عملة صعبة يبقى انا كده خدمت البلد البلد هتقدمني عليك اولا ان انت تنتج وتشتغل بضمير ما تنجيش مثلا في بعض المقولات اللي انا بكرهها بصراحة في العمل اللي انا بشوفه ده يقول لك واحد انا بشتغل على قد فلوسهم انت كده مدام رضيت بمبلغ معين يبقى تشتغل بضمير فيه وتراع ربنا ده بقى الواجب اللي عليك ان انت تتحافظ على بلدك وتحبها تعال اتفرج على الدول الاجنبية او الدول الخارجية بيعمل ايه بيحب بلده ويشتغل ليها بيرفع من شأن بلده انا جزي الصين مثلا الصين انا انا اعرف ان ما فيش فرض في الصين غيرا ما يكون بيشتغل طب انا اقول لها حضرك مدام انت ذكرت الموضوع الصين الصين جاي واحد رجل اعمال لقى شاب بيشتغل رح كافؤه ولقى شاب تاني معا عادي الزغير يعني طفل يعني ام جاي يدر الطفل تاني فلوس ام الشاب اللي الشغال ده قال له لا انا مش عايزك تديره فلوس انا عايزك حضرتك تيغضوا معاك في مصنع وتشغالوا معاك انا لو ديت الطفل او الشاب ده وتفلوس مرة واحدة الموضوع خلص لكن اما انا اعلموا على الصنع وادخلوا مثلا المصنع ويطلعوا لانتاج زي الصين كده الاطفال الصغيرة بتصنع الليعب اللي الاطفال بتاعنا بيلعب بيها اه صح يبقى انا ما اعلموا صنع ويشتغل بيها ويكبر هيبقى فيه انتماء وحب للبلد صح طب بالنسبة لفات الشهابية فيه حتة كده والسيس برضو براهيم اطرقنا لها يعني ان حتة ان العمل والشغل طبعا احنا عارفين ان الفترة فاتت كانت فيه نزل بطالة كتيرة بقيت الحمد لله تنخفض بس الفكرة كان فيه حاجة ان معظم الشباب لما يتخرج من كلية او بيتخرج من معهد او بيخلص حتى جزء من تعليمه زي ما بطولك كده بقى مستني الشغل حد عنده تمام كفئات شعبية بنتعامل زي ما موضوع الشغل ده هل برضو لسه موضوع ان انا قاعد في مكاني اعايز بسان شغل حد يميقل عندي ده ده صح الكلام صح لا طبعا لازم اسعى لازم اسعى لازم اسعى اعرض اروح للشركة اروح للقطاع اللي انا بفهم فيه اعرض وجد نظري وقطاع يقبلني او لا تمام بالضبط اذا كنت انا فعلا مؤهل للمكان ده هيقبلنا اكيد فلازم اسعى والباقي على ربنا ان شاء الله يعني بالضبط السعي حاجة مهمة جدا بالضبط الفكرة الناعود دي لا دي صعبة ما انفعش حالة زي الظروف احنا في دلاتي كده حاليا ظروف البلد دي اضح ما انفعش ان انا اكون قاعد بالضبط واننا اقول تلازم وانا اكون من قبل كده من شغلي اكون عامل عاملية الضخار عشان خاطر يقدر حاجة زروف زي البلد دي كده ان يقدر ان ينصرف منها وانقدر اتأقلم على الوضع اللي احنا فيه تمام فحيط ان الشغل ده لأ الانسان لازم يكون مكافح لازم يكون ساعي ما ينفعش ان يكون قاعد في مكانه ويقول للشغل يجي لحد عنده ده باعتبره صالبي طبعا صالبي والفكرة ان برضو دي وجهة نظر للشباب يعني بلاش تبقى في مكانة حتى انت خارج كلية مثلا هندسة خارج كلية الطب خارج كلية علوم خارج كلية تربية خارج كلية تجارة خارج كلية حقوق كل كلية دي على فكرة لها شغل هتقولي لأ بلدي ما فالشغل فيها شغل بس فكرة ان انت دور اكتر وتسعى اكتر عشان تلاقي ومفروض ان السعج ده اهم حاجة وربي سعى طالع اوصنا بي والنبي اوصنا بي ان احنا لازم تسعى يعني ده مثل الشعبي بيقول اسعى يا عبد اونا اسعى معاك والمدارس المهنية برضو مش شرط الكليات المدارس المهنية برضو بتطلع حرفية كتير وصناعية كتير بضبط بصريفة كمان اللي يدور ويسعى وبرضو احنا بنقول يعني ورد عشان بنقولكش انت وظلونتونا وانحنا بنضاره بنلاقيش عادي تقول برضو ان اي نعم او فيه حاجات هتلاقي ألف بيرفض بس ممكن تلاقي اثنين قطيته لقباله دور لحد ما تنائل اثنين قطيته لقباله اسعى عبد اونا اسعى معاك بالضبط طب ننجعتني بقى الموضوع مجلس الشورى طبعا عدوزي طبعا لنا بصورة مفاجئة كده يا طرى هي في الصالح العام هو رجوع مجلس الشيوخ وإلغاء مجلس الشورى يعني برجوعه عشان التشريعات اللي هتتنفذ في البلد يبقى لها ناس حكماء يقدروا يعملوها عشان كده ما يختار مجلس الشيوخ يختار المؤهلات العالية بس انا يعني برضو ليه نفذة بسيطة معلش يعني للناس مش اي واحد مؤهل عالي يقول انا هرشح نفس المجلس الشيوخ احنا عايزين واحد مجلس الشيوخ يكون واحد مصقف متعلم عارف سياسات البلد الداخلية والسياسة الخارجية للبلد وازاي يقدر يعمل على رفع شأن البلد عشان دي تشريعات مش حاجة انا مش هخش مجلس الشيوخ عشان اروح ارسل الطريق لا ده مجلس الشيوخ ده عشان تشريعات وقوانين يبقى انت هتكون رقابة على بعض القوانين اللي هتنزل هتبقى رقابة على مجلس الشعب كمان يبقى انت لازم ان تكون واعي واعي سياسي مش واحد معامو اهل لا تبقى كتير معامو اهلات بس انا ما حاجة الحين كالسياسي صح حجر عنده اه اسلوب لحل الطرق اه وان يكون شخصية فريدة تقدر تعبر عن صوت طبعا منطقة او صوت حاجة زي كده ده كمان مش حكاية صوت الصوت ده يبقى انا عايزه يتنفذ عن طريق ورق وقلم الصوت ده مش انا انا هنزل مثلا ارصي في طريق الصوت ده مش لا ده الصوت ده تشريعات داخلية وتشريعات خارجية المعاهدات اللي بين البلدان يعني معاهدة خارجية بسلا بيننا وبن الصين معاهدة بيننا وبن امريكا معاهدة بيننا وبن اي دولة اجنبية تانية او دولة عربية هو دوت مجلس الشيخ القادم ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله طب وزاحمة تشيحت برضو حدق برضو ليك وجه نظر من حيث المجتمع المجتمع طبعا اللي يتطلب في بلدة او فئة معينة اكيد ان احنا كلنا واحد انا بحس الموصلين كلهم واحد تمام حتى ماما كانت اختلفت الفئات على فكرة سواء فئات راقية او فئات شعبية كلهم يعني تحس ان فيهم نفس النزعة او نفس المطالب انت شايف ان الشخصية اللي هتترشح لمجلس الشيخ في ايا منطقة ايا ان كانت ايه الصفات اللي لازم تكون يعني مطافر في شخص ذاتش عشان نقدر نقول ان ده فعلا خير من يعبر عن صوت الفئة او المجتمع اللي هو اين فيه سواء بلدته او سواء بشكل عام بصة هو بالنسبة للمجلس الشيخ تحديدا زي ما قاله استاذ ابراهيم لازم يكون عنده الحين كسياسية لان ده هيشرة قوانين مش مطالب منه 100% خدمات لانه هو مش هيكون خدمي هو هيكون بتاع قوانين بيشرة قوانين هيخف ضغط مجلس النواب في تشريع القوانين تمام فهو زي ما قاله استاذ ابراهيم ده المطلوب منه انه هو فعلا يكون مصقف متعلم بدرجة كبيرة جدا محنك سياسيا على دراية كاملة بالقوانين والدستور بس هو ده المطلوب منه انما مجلس النواب ده حاجة تادي ده هو الخدمي اه طب لو هنيجي بقى مطلوب من مجلس النواب تمام عشان دي طبعا ده على طول بعد انتخابات المجلس الشيخ ان شاء الله بزي مجلس النواب تمام شايف ان شخصية النايب او الكرسي زي كرسي اللي بيقعد على الكرسي فعلا ايه اللي مثلا مطلوب منه بس بشكل جديد بقى بشكل قديمي زمان انا عرف ان اللي كاملتنا كوزاد بتطلب منه بقى اغراض شخصية وحاجات كتير جدا احنا مشاهدي الكلام ده احنا عايزين حاجات خدمات العامة ايه اللي برضو انت برضو وجهت نظره للمجتمع فانت برضو نقلهنا ايه اللي مثلا الشرع مثلا محتاجة او مضع الشعبية محتاجاها او الفئة محتاجاها كمجتمع بشكل عام يعني اول حاجة طبعا موضوع الصحة اهتم بالمستشفيات هو طبعا مش هو الوحد اللي اهتم تمام بس هيدعم ابسط ما فيها انا مثلا كناخب او يعني ان انا هنتخب المرشح ده لأ هنتخب المرشح ده طب هنتخب هنا علي ان شفتوا دخل المستشفى ودعم ماديا او باجهزة التنفي الصناعي او بعربية اسعاف يعني مثلا مستشفى زي اليوم الواحد عندنا ما فاش عربية اسعاف مدرسة زي الاعدادية قضي مشكلة كبيرة جدا كانت بواجه تمام مستشفيات الفترة الفترة دي كلها اه ان في بعض مستشفيات مقصة داعا ما اصلا فطبعا لو المرشحين اهتموا بالموضوع ده اكيد طبعا الاهل الدائرة هم هاي عارفين مين لمسين خدمتهم واخد بلد مدرسة زي الاعدادية عندنا في المنطقة كمية لكل عن ست مدارس ابتدائية بيصبوا في مدرسة واحدة اعدادية سواء بنين او بنات هل ده يصلح؟ لا طبعا التكدس العادي ده اصلا ده ده في ظل الظروف احنا هفيدوا طبعا ان احنا بتخاف بالاعداد من اي مكان بالزبط يعني كده اصبحنا في التعليم وفي الصحة ده الرقم واحد تمام بعد كده طبعا الموسط العامة كلام ده كله هو لو انا شايفه هو مش هيعمل الكلام ده برضو ده شغل حكومي شوية تمام بس بيلفت الانتباه لي بيلفت الانتباه برضو يكون عنده مو ولو مؤتدر مدان بيدعم تمام لو مش مؤتدر مدان بيوصل صوتي وبيوصل رسالتي للجهات المعينة للموضوع ده تمام منطقة مثلا زي الغاز الطبيعي موضوع زي الغاز الطبيعي فيه منطقة عند ده ما فيهش خدمات غير متغفرة يعني لكانك يحتلل الخدمات الغير متغفرة خدمات العامة انت بتقول لك الخدمات العامة مش للفردية مش للفرد شكل عام اه فهذه المطلوبة والله لو انا لقيت مثلا المرشح اللي نازل ده اسم المرشح ده مدعم الحاجات دي وبيجري فيها وبيسعى فيها على الآل اكيد طبعا نازل مندي له صوتي اه طب بيس بنجي دي حتة نية حضاك انت قلتها برضو حتة اللي بيع الأصوات حتة ان دلوقتي فيه برضو حاجة اللي هو ممكن المرشح يبدأ يعمل شغلي في البداية وبعد نصف ما يمتلك المقعده من المجلس يبدأ أكينه ولا ولا أكينه موجود قلت حق في الموضوعات ماشا انا اقول لحضرك برضو موضوع وعايز انابع عليه من خلال برنامج حضرتك النهاردة ان في بعض الناس اتصلوا علي قالوا في بعض ناس تابع أعضاء مجل الشعب قالوا لهم لمه صور بطاق للناس انا من خلال حضرتك من خلال برنامج بدعوا اي حد يقول لحد لمه بطاق اي حد من الناس يبعدوا عن الموضوع ده وبلاش موضوع لهم البطاق وشراء الأصوات وما تشاركش في حاجة زي كده عشان انت لو هتاخد على اي حد حاجة هتوقع البلد هتختار مرشح ما ينفعش ولو اي مرشحة كده احنا مش هنسكت ونقول عليه بس هو الفكرة بحاجة ان المرشحة ايه ان كان حتى بلهم بطاق هو فكرة من انتم بلهم ديتها مثلا حاجة زي كده برضو اللي فرضت نفسه برضو هو احنا عندنا برضو احنا عندنا فقات مطحونة برضو مهما يكن مش مبسوطة احنا مش عايزين بقى عايزين نوصل برضو مع الناس احنا برضو لازم نوصل صوت الناس الفقراء برضو عشان الفوق ياخدوا بالهم منهم ان في ناس بتشترق صوت الناس من تحت يعني مثلا يجي يجد حاجة على حد يقول له خلاص انا هنفز وانا هعمل انا لازم ان المرشح دوت قبل ما انتخبوا لازم ان اشوف قبل ما هو يزرع السياسية كان بيقدم ايه قبل ما يقدم نفسه لبرضو مجرد الشعب ايه الحالات كان ايه اللي قدمه و ايه اللي عمله قبل ما يرشح نفسه ما لما جيش واحد يكون مختفي مدة الدورة لخمس سنين واجه بمرة واحدة لقيه قبلها بسنة بدأ يظهر بدأ يعمل مشروعات بدأ يعمل خير وحضرات كنت فين كنت فين قبلها عندك حضرات برنامج انتخابي قدمه بس تكون قادرة على تنفيذه ما تعملش للناس ويكون عملت منه اه يعني ده اللي انا شايفه انك تكون عملت جزء منه حتى ونفست منه ويكون قادر قادر على تنفيذه او قادر على توصيل صوته مش تهدئة رأي عام وانا هعمل وانا كده وكده وكده وبعدين بعد كده شكرا وفي مشكلة تاني اه اختريت اعضاء مجل الشعبي يعني مثلا على مستوى الصعيد وكده برضو جات شكوى ان انت من الصعيد حضرتك وبتيجي تسيب الصعيد وتقيم هنا وتسيب المكتب بتاعك هو اللي شغال في الصعيد بس لأ انت حضراتك لازم لازم تنزل بنفسك تباشر الدارة اللي نجحتك الدارة دي هي اللي نجحتك واصواتها هي اللي نجحتك يبال لازم تتبعها على طريق مباشر مش عن طريق المكتب والمكتب وصلتنا الشكوى قبل كده برضو ان في حالة راحت لمكتب مجل مجل الشعب مرضاش يقبلها خالص وراحت له مرة واثنين وثلاثة اما الأدمه مش يقبلها مميل يقبلها ايو حضراتك لما انت وبعدين كده بعديها تيجي حضراتك تستقبلني فكرني فيلم محروس بتاع الوزير لما خلى من راتب شال العيل هو عريان عشان انتخابات مجل الشعب لا احنا عايزين السرعة دي تختفي حقيقة تتنفذ خلال صح تنفذو مش هتنفذو يبقى حضراتك متعدم بس برضو نرجع لنص نقطة ان العقب على اتنين على المنتخب ماشي اللي هو المواطن لا ينتخب وعلى المراشح اتنين ان المنتخب برضو يكون عند وعي وثقافة حتى لو كان بسيط حتى مهما انا عارف ان فيه ناس من اخواتنا ومن ابباطنا ونماتنا اللي هو عند درق عليهم من البساطة اللي هو لو حد قال له ايه انا هتديك خمسين جنيه وهترق انت هيرو انا عارف من هناك ناس كده بس بك موضوع انا عايز ان يكون عند وعي من جواه ان هو برضو انا احسب خمسين جنيه هدلك النهاردة خمسين جنيه بكرة هدخ صح كده ما هو ده بقى اللي احنا بنسع عليه هو ده بقى المسئوليات نحنا والمجتمع الخدمي والمجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات ان هي التوعية السياسية للناس في قليلة يعني مثلا ايه انا عايز انزل لمستوى عقلية ادنى واحد في الدائرة بتاعتي اخاطب الناس انا مش عشان انا مصقف ومتعلم اخاطب الناس كلها واحد لا في عقليات لازم انزل لمستواها عشان اقدر افاهمها الصح ايه وده اللي احنا ان شاء الله بنسعالي من خلال مثلا البستات وخلال المقابلات اللي احنا بنعملها معهم يا علي بإذن الله ربنا معكم يا ربنا معكم يا رب وانتو خير مستوى الله يكرم يا ربنا يعني شغلك كان الله أكبر عليه الله يكرم يا ربنا بارك فيك يا رب طب نرجع كده زحمة شاحتك حيث تكلم عن حيث القصور في بعض المناطق طب القصور الملموسة احنا برضو زي ما بنقول قصور عايزين برضو نترك حلول تمام يعني زي بنوجه برضو اللوم على ان فيه قصور في المكان نوجه برضو بعض الاقتراحات شايف ان المقترح مثلا في منطق مثلا تقول لي ان هي ناصة مثلا فيه تكدس في التعليم أو فيه مشاكل في المصفل الصحيحية ده كده ايه المقترحات التي شايف ممكن مثلا من وجهة نظر المواطن تكون موجودة في المكان ده ان انا اشوف يعني من اخد او من حيث التعليم او من حيث المدارس من حيث المدارس ان انا يعني اخلي بدل مدرسة واحدة اخلي فيه مدرستين وثلاثة للاعددى تمام ده من ناحية طبعا يعني مثلا ما يجيش من حيث تقسيم الفترات او الكلام ده كله ممكن جدنا رحلولة اه لو ممكن مثلا فترة صباحية ومسائية اه فترة صباحية ومسائية والله انا بص انا مش تعليمي بحث بس برضو انا ما برجحش الكلام ده انا برجح يكون فيه مدرسة واثنين وثلاثة ليه العدد بيكون يعني عدد الفصلة حتى للطلبة ما بيكونش كتير واخد بالك المعلومة بتاعت المدرس بتوصل للطالب انما كلما العدد بيكتر بيحقيقة صراحة كلما المعلومة ما بتوصلش فلما وفر له مدرسة معلش ما انا هعمل فترتين او ثلاثة برضو العدد كبير معاي اه مشان فرازم اوفر اماكن تانية مدرسة واثنين وثلاثة زي ما فيه ست مدرس ابتدائية اخلي تلت مدرس مثلا اعدادية اه من نص مثلا سواء بنات او بنين ده مدرسة واحدة بنات ومدرسة واحدة بنين طبعا بيحظه عدد كله طبعا ما ينفعش يبقى عدد كبير جدا اه فموضوع صعب وعمل مشاكل كبيرة على فكرة برضو صح وحايا كمان كان لسه كان فيه نقاش كده بوجه عام ان انفصة بين التعليم هيبقى يومين في الاسبوع يعني لسه مبارح دكتور طاري شاوي كان مصرح بالكلام ده كله ان هو بدأ في ضمن التصريحات كده على السوشيال ميديا ان يبقى فيه دراسة ان الدراسة بقى يومين هيبقى التكدس اكبر اكبر الله يفتح علي فبالتالي فعلا لو حايا اجازها بالنسبة للموضوع التعليم طب بالنسبة لموضوع الصحة شايف ايه ممكن يعادة مثلا في المستشفيات او ايه الحاجات اللي غنقصة مثلا في المستشفى ممكن نشتغل عليها بالنسبة للمستشفى اليوم الواحد هو الاهتمام وانا مش اقول لك اعمل لي مستشفى لا المستشفى موجودة وفيه مستشفى تبني المركز جنبها اه تم بيهم الادوية تكون كلها موجودة لان 90% من الادوية مش موجودة تمام اه مركز الاشياء موجودة وانا لما استعب ايدي اه حالة كتبت اه 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 انا عندي انا عندي مرات عامة الله يرحمها ويسمحها دي توفت بيسوي عربية اسعاف معرفناش نوفرها لا نحن عربية اسعاف مش عارفين نجابة تمام المستشفى قالولنا كده علاني احنا ما فيش امكانيات هنجب من ايه طبعا بغض النظر عن قسم الجراحة عن قسم النساء والتوليد عن اقسام المستشفى عموما كلها مفيش يعني توفر بقى قسم طوارئ توفر الخدمات دي كلها وفعلا منطقة برضو زي منطقة كبيرة منطقة التبين منطقة كبيرة اه مش منطقة ايه فعلا محتاجة بالزبط وبعدين معلش انت معاك لحد كفر العلو او لحد حلوان مفيش مستشفى حكومي اه غير اليوم الواحد في التبين او التبين المركزي دي اقرب فعلا مشوش مركزي بالنسبة لك طبط الحلو اشوف بقى عدد المطنين من التبين لحد حلوان كم نسمة طوال دا بيصبك مستشفى حكومي ناخد تعليق سبريم موضوع المدارس معلش وستاذ احمد يعني اللي قاله انا لما اعمل مدرسة واثنين وثلاثة الموضوع مش سهل بالنسبة لهاية الابنية التعليمية ابنية التعليمية ولازم ان تختار موقع لازم ان تختار ارض تكون قريبة للحايز العمراني عندنا خلاص يعطلوا الاراضي مفيش احنا عايزين نعملها فترتين ثالثا انا عرضنا الحمدلله يعني في كذا اجتماع مع رئيس الحاي ان احنا ناخد بعض مباني كان شركة حديد والصول بهناك لها مباني غير مستخدمة زي مباني الروس اه مباني الروس والمستشفى القديمة قلناه يا جماعة احنا لبقى ما عندناش مدرسة سنوي بنات صناعي ولا تجاري البنات هم ما بتيجي تركب مواصلات وانا بطالب ده في كل منطقة يعني مثلا منطقة وحايز عمران كبير زي منطقة التبين او حلوان الحمدلله موجود فيها الخدمات ومايو ليه ما يتعملش فيها مستشفى حكومة زي ما قال السيد احمد كده ليه المستشفى الوقت اليوم الواحد كله الدكاترة اللي بتيجي فيها بتهرب منها عشان خدمات لا مش عشان خدمات عشان يقولك ديمطقة نائية وما ياخدش مثلا الحافز اللي هو يخليه يقدر يخدم في المستشفى دي ودي حصلت حدث قدامي بفعل يعني لا والدكاترة صراحة نفسي انا بوجلوهم هنا من هيرسلة يعني انا صراحة في اديات ربنا معاكم لان انا لمس دي بنفسي ناس يعني معرفة شخصية بيتخرج من الكلية مرتبوا بحواية تلتمية وحاجة برضو الدكتور برضو خليك برضو دكتور برضو في الفترة ديت يعني انا نقول قبل فترة الكورونا كان في برضو ظلم كتير جدا لدكاترة انه بيقصرها شابة بيتحن تلت ساعة سبعة سنين بجير كمان بيحضر كمان سنتين كم حاجة وبيطلع مرتبه كده فبرضو انه بيقصدر عنه كلامي ده قبل موضوع كورونا عشان برضو يبقى الكلام واضح للمشاهدين انا موضوع قبل كورونا بكلم قبل كورونا انه فعلا كله بيهرب من المستشفى عشان موضوع انه المنطقة نائية ما بياخدش الحافز اللي هو يخليه في المستشفى وايه اللي بيخلي مثلا الاستاذ يبقى موجود في مدرسته ويدي الطلب على كل مجهوده كله والطبيب مجهوده كله والراجل الموظف يدي مجهوده كله الحافز المادي وانت ايه الحافز المادي ادينا الحافز المادي واعمل لي حساب وعقاب شديد جدا بس ما تدنيش قليل مثلا حاجات بسيطة جدا وتقول لي ادي الامكانيات اللي عندك كلها واولا واخيرا انت معامل الضمير بس برضو ادينا حافزة عشان اقدر ادي للمنطقة دي شغلها وقدر اقاوم لكن مثلا اروح انا دكتور مثلا معايا وسطة اروح جايب الوسطة دي تنقل مثلا من منطقة نائية منطقة كويسة المدرسين المدرسين برضو يعني ربنا كنت معاهم وده كثرة اللي لسه متخرجين ربنا يكون معاهم بصراحة المدرسين ده احنا اكبر فئة فئة عليها هجوم دلوقتي انا عيريت برضو بخلي حضرتك ان احنا ندعو مع اصناع حدو الصور يعني مع انه في الموضوع اللي هو فيه داوة انه هو برضو يعني يتبرع للهيئة الابناء التعليمية بعض المبني اللي هو مش مستخدمها دي تتعمل مدارس وخدمات للمنطقة بالضبط ده حتى لو معلش فيه مش مفيش اماكن لا فيه اراضي فاضية ممكن نستغلها ممكن ما تكونش الارض فالحة لهم مواصفات معينة مواصفات معينة يعني مساحة مثلا زي معلش المشتل مساحة كبيرة الابناء التعليمية هي بقى اللي تقدر تقولي الموضوع ده عشان مواصفاتها ما نقدرش اتكلم عشان ما عنديش خلفية المواصفات اللي هم ممكن احنا معرضناش الاجتراح للابناء التعليمية يعني الموضوع ما خادش اهتمام مسئولين احنا نبدأ احنا نخلنا هنا نعرض اراضي ونعرض مباني وهم يقولوا كلمته بس الفكرة فكرة ان انا عايز او ثلاثة احد انا كنت عرضت ما confirm مدرس السبيان كان مثل مدرسة الابناء الاعددية اخترحت ان المدرسة السنة والبنات اللي مرمية فاعكرة او او في اخر المنطقة جمبي المستشفى اليوم الواحد Leon ちنا مجبت المدرسة السنة جمبي مدرسة الاعددأ البنات ومدرسة الابناء السبيان تذهبو معا عند المدرسة دي قالك لأ ده المعمل اللي واحد بيكلفنا كذا وكذا وكذا تعلمت طماغية الابناء التعليمية فيه أرض واسعة في جابيه تبني قال لك لا ده هي لها مواصفات ومش أي حاجة تقبلها صح عشان كده أنا بقول لحضر لك على أساس الكلام ده اغرب يكون كلام ده مسمير يوصل لحد المسؤولين يعني وحد من مجلس إدارة حديث الصلب هم يسمعون صوتنا المباني دي نستخدمها بدلا ما هي مهجورة كده نستخدمها في حاجة مفيدة للأهل المطلوب لا واسمك زراء لو أهاب والناس برضو أشغالها ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها هم إن شاء الله بإذن الله يتمارسي لكو دي وإن شاء الله بإذن الله كده إن شاء الله أولاد شاء بقرأ ابني في مدرسة دي بعده ابن أختي وهكذا ما طبيعي أن يوم الأيام هيبقى ابني أو أخويا أو ابن أختي أي إن كان حد يخصني في الموقف ده فلازم نحن نعمل حاجة حتى أنا برضو بطلب من اللي هيبقى مرشح لما هيعمل حاجة في شمالك أنت تعملها لحد معين بعينه لا أمو أنا مثلا عندي ابن الابن ده هيتجوز هيتقلب فطبيعي لما أعمل خدمة لأهل المنطقة أنا أعملها ليه برضو فأقول أخ فأقول أخ برضو يارى حاجة إن بيعملها ليه بيقرض النفع وبعدين حضرك لما في الدورة دي هتخدمه وتعمل لأهل المنطقتك ودائرتك هترشح لدورة تانية لكن لو ما نفستش في الدورة دي مش هنتخبك خالص في الدورة اللي بعد كده خلاص بقى عشان كده أنا عايزين كل واحد عضو ماجل الشعب يبصوا لدائرته كويس بالظبط وبلاش الصراع يعني الصراع أنت تقول أنا ما برحش المطقة ده عشان مثلا فيه نزاع بيني وبيني لا عضو ماجل الشعب مفيش حاجة اسمه نزاع لازمة تصفي كل أمورك عشان دي ختمة مواطن مش خلافات شخصية الله يفتحها لحضرتك صح نرجع كان قطة مهمة جدا كده بالنسبة للمواطن الفتر اللي فاتت كان فيه تشتت كده رهيب بين فتر المجتمع وبعضيها كل واحد ليه اتجاه ويتشتت لو إحنا عايزين نبدأ أن إحنا نضم الفكرة ده طمع بعضيه ونبدأ نلم معضينا من تاني عشان أنا حاسس برضه كده كل واحد بقى لي رأيه كل واحد بقى كله بيفهم كله بقى يفهم كله يعني يعني ده من ضمن الأحاديث قبل المقصورة يعني أن من قال أعلم فقد أفتر أنا لو مش عارف حاجة وقلت لأ خلاص ما تكلمش لقينا بقى إحنا شعب مصري يعني شعب إيه مش عايزين نقول شعب عزيزة عن مننا بس اللي هو بيطمع بيطمع في حيثة إن هو يبدأ يظهر ثقافته اللي ملهاش خلفية قدامه طبعا ده حاجة لذيذة بس الفكرة حيزين لم نفسي ولم الشامل ده إيه برضو رأيك إن إحنا لم في أداء اجتمع دي تحت مسمى إيه أو تحت فكرة إيه تحت مسمى تقارب وجهة النظر تحت مسمى يعني كل واحد يبص للي بيفهم فيه ويتكلم فيه وينفزه تمام؟ تمام إنما أنا ما أفهمش في حاجة يعني أنا مثلا أنا في موضوع التعليم ما ينفعش أتكلم أصادق لأن ما شاء الله عليك أستاذ أنا ما ينفعش لا الله يبارك لك فين دي ما بيش موجودة لا طبعا تمام؟ موضوع الخدمات ما شاء الله الأستاذ الله يكريم أستاذ أحمد ربنا فيك أستاذ أبراهيم أستاذ أبراهيم ما شاء الله عليه وكمل بعد كلنا يا رئيس أكيد طبعا كلنا حلقة واحدة بس الفكرة بس الفكرة الفكرة أن أنا مثلا بعض مع حضرتك وبعد مع أستاذ أبراهيم تمام؟ باخد منك معلومة وباكتسب من ده معلومة وبنلم بعض وكل واحد بيقول المكترح بننفذ وبنطلع حاجة كويسة ده اللي نمشي عليه اللي هو أصلا الفكرة أن إحنا بيقول حتة الشورى بزرعة مع معلومة كلمة مجل الشورى يعني إحنا ستشير بعضينا مش يبقى كل واحد داخلنا نترك السؤال ده أنه برد وصل لناس كلمة مجل الشورى أن المجل زي ممكن إحنا نعمله إحنا نعمله يعني في كل جامعية في كل ما كان في كل مجل الشورى إحنا ستشير بعضينا فكرة المشورى دي في كويسة جدا أن أنا يعني أنا برضو أكبر أكبر مني سنة وأكيد طبعا تعرفوا عني ربنا أعيز حضرتك ففكرة إن الشورى ديت هل بتسمر ولا بتسمرش دعم تسمر كتير جدا طبعا بتسمر كتير جدا يعني فيها حيثة الشورى ديت إن أنا ناخد مشورة حد طبعا الشباب في ظل الفترة ديت لأ بقى يسمع من دماغه وابقى بينزواله خلاص ما هذا اللي مودينا بقى السيكاك تاني آه طب بنيزواله إبراهيم عايزتك سؤال بس لكذا حتى لمجتمع الخدمي آه طبعا تعضيت فيه وقت كبير جدا ما شواله عليك فطبعا تقول لي إنت سفدت إيه المجتمع الخدمي ده وقت أو توصل سلتك إيه لا يعني الحمد لله من عمل الخدمي ده قدرنا الحمد لله إن إحنا نقدم ناس ونتعلم من ناس كتير أساسيتنا يعني عشان ما حدش بيشتغل وإن عمل الخدم ده أعرفت إن إنت لوحدك ونتقدرش تعمل حاجة لازما كله بيكمل بعضه الصغير قبل كبير الصغير ده بيتعلم كبير وكبير ممكن يستفد من أي حد صغير إن إنت بتقدر توصل صوت الناس الضعفاء أو الناس البسطاء بتقدر توصل صوتهم للناس الأعلى منك والأعلى منك ده وتفيه الأعلى منه وهكذا هي سلسلة وحلقات متواصلة مع بعضيها يعني مثلا أنا مثلا أخذ صوت الناس الفقيرة مثلا مثلا المعاقين والناس اللي تعبانة زي كده قدر أوصل صوتهم مثلا لحد من المستشفيات لحد من تأمينات لحد من ضمان الاجتماعي نوصل صوتهم حد مثلا نقعد مع الرئاسة الحي الرئاسة الحي مثلا نقعد مع عدو مجل الشعب نحن ممكن نقعد مع عدو مجل الشعب لكن عدو مجل الشعب سياسة هو يعود مثلا مع الوزير وصير رؤى مع رئيس الوزر كلها سلسلة مكتملة كلها بتكامل بعض لغاية ما يوصل صوتنا لغاية سياطة الرايفس ربنا رب يجعل القيادة وكلها المفروض نكون أولا وأخيرا حلقة واحدة في حب مصر صح دي أهم حاجة كنا من الكالي بقى حيث ان الفرصة دات الحلقة الفرصة وانا فرصة دي ممكن تكون فرصة تعليمية أو فرصة في المجال المدعين احنا برنامجنا بيتيح كده فرصة للشابر زي الفل طبعا زي ما كنا نلسى بنتكلم احنا كلنا حلقة واحدة فطبيعيا احنا نبرز بعضينا فالبرنامج اللي عندنا بيعمل مبادرة كده ان احنا بنبرز الموابهق بان شاء الله بإذن الله داتنا من الحلقة الجاية وحلقة الجاية يكون عندنا صدفة أكتر من موهبة فأكتر من مجال لان دي فرصة بالنسبة لكل موهبة وكل فكر ممكن تكون موهبتك موهبة في حرفة معينة او في عمل معين ممكن تكون موهبتك موهبة صوت ممكن تكون موهبة التمثيل ممكن تكون برضو عندك موهبة الفكر لانك عملت مثلا الاختراق او افتقار بقدر معين ممكن تكون موهبتك في اظهار مثلا منتج بالنسبة لك طبعا في عملية تسويق لأي شيء برنامجنا بيتيح الكلام دوت كنت حابة شارككم فيديو بسيط جدا كده عن الموهبة نطلع لشوم عباضينا ونرجع تاني طبعا بالتكلم على فرصة المواهب عايزين نسأل كده ديفنا الكرام كفرصة وكموهبة سيد احمد ما كانش عندك فرصة او موهبة كده وانت صغير او حلم وطبعا كل واحد هو صغير كان فيه احلام كتير مش حلم واحد بس الحمد لله لا بجد طب يعني ما تدلعش مش هنقولك على هو يعني ما كانش في عندك مثلا موهبة مثلا انت صغير مثلا رسم ابتكار اغاني لا بصراحة لأ طب مش حد عندك من العلاء عند موهبة اكيد اخويا كبير كان بيحب يغني بيحب يغني او كان صوته جميل جدا بصراحة واخونا الوسطاني محمود برضو ده كان لعب كرة ومشاء الله عليك لا ده احنا كده احنا نجيب لهم عندك فسوزي بقى يغني ونجيب له هنا كرة ويلعب معنا ده ربنا يبارك لك ربنا يبارك فيك يا رب كده ويبارك لك في أولادك كلهم وكبيرك ان شاء الله فرحة في اسم لك ربنا يبارك لك فرح ويعني ربنا يبارك فيهم كلهم يا رب ربنا يبارك في حضرتك طب سبراهيم طبعا انا عارف طبعا الجمهور مش هاي في حاجة دي كا وفي ناس عارفها بس انتو خبيها في حتة موهبة شاعر جوك صح كده ربنا يبارك ربنا يبارك الحمد لله يعني دي موهب من الله عز وجل انا بكتب وبكتب في الأحداث الجارية يعني كلام عن اللي بيجرى في الأحداث الجارية في حياتنا وبين الناس وهموم الناس كتبت لسه حاجة قريبة كده برضو طير طبعا اي موهبة كده يعني مش هنبدأ بمحالة جاية حالة دي ببدا اي موهبة مش كفاية ولا ايه حقد حسد وغيرة وكلام ملهوش ايمة ناس ناقصها رجولة وناس فرحانة في مصيبة مش كفاية ولا ايه غيبة وناميمة وقلة ايمة وناس جزمة عديمة مش كفاية ولا ايه اللي قابلك خد ايه ولا انت واخد منها ايه مش كفاية ولا ايه ألم اشتكى ورق اكتفى لفظ موضوع الجزمة دوات عشان فيه ناس يقولك مش كفاية ولا ايه مش كفاية ولا ايه لا الناس بقى موضوع ديت عشان يقولك الناس يقولك قعدوا مجل الشعب بيجي بعد ما ينجح بيعتبرنا أكنينا جزم وانطولوا لأ مفيش حاجة اسمها جزمة قديمة ولا حاجة افتنع عشان كده كتبت اللفظ ده عشان بس ما حادش يعلق عن موضوع ده اه طولوا لأ احنا فيه مش جزم انتو فوق راس اي حد تنتخبوه انتو اللي نجحتوه يبقى انتو اللي لكم فضل عليه هو مش هو اللي اللي فضل عليكم طبع عشان كده انا ذكرت اللفظ ده عشان برضو توضيح عني يعني احسن مغيب في الدنيا الله يكرم يا خسدنا الله يكرم يا فيك الله يكرم يا فيك احنا في خرين ناعد مرحب زيك الله يكرم ومنشكر من خير بالنمج بنتك اللي وصرتنا كده الحظ اللي وهي مريم برضو طالع بتحب العمل الخدمي اه مريم ان شاء الله عليها ربنا بريك لا رب بيرلك فيه يا رب كده وتشوفها كده اجمع عرصة في الدنيا ان شاء الله وسوف خلص علي ما حالك وإذن الله ان شاء الله بإذن الله شكرا ربنا رب كده يتحبرك فيه جميعا ربنا بريك في حالة بك بجد الحلقة كتسعيدة بيكو وربكن أسمرنا للمواطن جزء من الثقافة العامة الموضوع الانتخابات واننا جزء من الوعي والثقافة ليهم ان ما يتسقوش حول أي شيء ونسطوره ده أمانة ونسطوره ده لازم يكون في رقابته ما خليش حد يحركه اللي يحركه هو ده ده اللي يحركه مش ده يعني ده مش ده اللي يحركه ده اللي يحركه عشان ده اللي قدام لأن دي هتقلص النهاردة هتقلص بكرة هو ده دفنا وواجب علينا وعلى واجب كل العمل الخدم وأتمنى أن المرشح برضو يراعي ضميره ويراعي حلف اليمين اللي هو يحلفه صح ده قدام ربنا سبحانه وتعالى ده أهم حكة قدام ربنا سبحانه وتعالى يعني برضو مش العامل على اللي هينتخب بس لا واللي يرشح نفسه برضو لازم يهتم بحاجة زي كده ان فيه ربنا مراكب عليك قبل أي شيء بالظبط ربنا في كل شيء فلازم يكونوا حياتكم عمل بالظبط ومن هنا نتقن عملنا في كل شيء حتى لو هو عمل خدمي برضو نتقن عملنا فيه ونعمل وإن الموضوع عمل خدمنا للشباب الجايين عشان خاطر مصر مش هتقوم غل لو إحنا فعلا كلنا بدأنا نحن بحاجة كلنا نشتغل في البلد دي لأنه كلنا قلنا مستني أنا رميت على الأسوة إبراهيم أو رميت على الأسوة أحمد أو رميت على الأسوة محمد وسبت ما عملتش حاجة بلدنا شتقوم لكن لازم كنا نجتمع وكلنا وطبعا خير من يجمعنا خير من يجمعنا العمل خدمي عشان هيفيد بلدنا وطبعا اللي يكون معنا رئيس في العمل خدمي دو هو المرشح أو المنتخب اللي هيكون بيوسل صوتنا وبيساعدنا برضو في توصيل صوتنا للفئات اللي فوق أو الناس المسؤولين لنا أسعدت جدا بوجود سبراهيم وستزحب معي المهارضة طبعا زي ما قلنا في الأول اوعى اوعى صوتك يتوجه لأي مكان فرصتك إنك توصل حاجة ويسا جدا قدامك لازم تستغلها صح لو استغلتها صح هتلاقي نتائج حلوة جدا قدامك لو أهضرتها هتلاقي حياتك بقت سلبية وحياتك هتندم عن فرص دي جاتلك وانت رفضتها أو انت استغلتها بصورة سلبية حاول تكون عندك رأي حاول يكون عندك فكر حاول يكون عندك عقل تفتميز به رباس حتى عالي خلقك عالي ده عشاء حتى تميز به تعرف فين الصح وفين الغلط تعرف فين اللي بتحك عليك وفين اللي صادق تعرف فين الحقيقة وفين الكذب لازم تكون أمين على نفسك وعلى صوتك وعلى أهلك زي ما قلنا كده برنامجنا إن شاء الله بإذن الله مستضيف كل المواهب في كل المجالات وبرنامجنا برضو بيتيح الفرصة أصحاب الشركات وأصحاب الصدليات وأصحاب المنتجات إن لو عايز يعرض أي منتج أو عايز يبدأ يسوي عن شركته برضو برنامج بيتيح الكلام ده كله برنامج جاسعة بقبول أي شخصية عاملة وكافئة وبتطمح وبتسعى أنها تكون أحسن ربنا معكم وربنا معنا جميعا نشوفكم الحلقة الجاي بإذن الله سعدت جدا بيوجود معاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته